يتوجه إلى مدارس المملكة الحكومية والخاصة يوم الأحد المقبل والأحد الذي يليه حوالي مليونين ومائتين وخمسين ألف طالب وطالبة مع بداية الفصل الأول للعام الدراسي الجديد وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن الوزارة شكلت غرفة عمليات لمتابعة سير العملية التعليمية في الميدان التربوي واستقبال جميع الملاحظات الواردة من الميدان والطلبة وأولياء الأمور وأضافت أن كافة المدارس الحكومية في المملكة جاهزة لاستقبال الطلبة للعام الدراسي الحالي هذا وقد قامت الوزارة بتأمين المقاعد وتسليم الكتب المدرسية إلى المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد